لحظة تكليف السيد السوداني من قبل كتلة الأكبر متمثلة في الإطار كان الطرح الأول والأهم لدى هذه القوى السياسية أن الأولوية عند السيد السوداني هو القضاء على الفساد محارفة الفساد تشكيل حكومة وفق معايير مهنية وفق اعتماد معايير الأمانة والكفاءة والنزاهة لكن للأسف الشديد يبدو أننا سنفاجأ هذه المرة كما المرات السابقة الوعود التي نسمعها من المكلف في بداية تكليف تختلف عن بقية الإجراءات التي ستحدث لاحقا ما نسمعه اليوم في كواليس وأروقة السياسيين فيما يخص موضوع بيع الوزارات والمناصب صراحة فساد وقح باعتقادي تجاوز كل صور الفساد السابقة ويفترض من السيد السوداني أن يضع حدا لهكذا محاولات وهكذا ممارسات تسيء للعراق وتسيء لحكومته قبل أن تتشكل يفترض من السيد السوداني نحن كمراقبين حتى الشعب العراقي بشكل عام يفترض أن يرفض باعتقادنا أن يكون على رأس حكومة تتشكل بهذه الطريقة لأنه كيف سيتمكن من محاسبة وزير يتبع لكيان سياسي دفع له ثمن هذا المنصب أو هذه الوزارة قبل استلامها وكيف سيتم تزديد تلك الأموال دفعها تحديدا نحن نسمع عن أرقام بملايين الدولارات أرقام كبيرة ويعني لا تبشر بخير في حكومة السيد السوداني نتأمل أن تتجاوز هذه الحكومة كل هذه الإشكاليات ونذهب إلى حكومة مختلفة عن السابق حكومة كما أعلن عنها الإطار حكومة خدمية تتوافق أو تسعى لتحقيق طموحات العراقية ترجمة نانسي قنقر